طبعا حكاية الأعلى والأغلى والأجمد كلام ده كله نقوله مع بعض كده في المدرجات أو احنا عاديين متفرجع على الشاشات لكن في الملعب قصة تانية خالص قصة تانية خالص 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 والدليل اللي حصل في كاس العالم ده مش بس طبعا يعني أنا طبعا فوز السعودية وفوز اليابان النتاج مفاجأة للجميع ما حدش كان يتوقع أبدا وخصوصا خصوصا السعودية أمام الأرجنتين تتكلم على يمكن واحد من اتنين مرشحين بقوة جدا لأحراز اللقب تبقى ألمانيا قوة عظمى لكن فرص ترشحة للفوز بالبطولة ما زال الأرجنتين فالحقيقة إنجاز السعودية الحقيقة محتاجين نقف معاه كتير واربط به إنجاز اليابان وهعتبر الحقيقة مطش المغرب كمان قدام كرواتيا لازم المغرب ياخدوا حقهم أنا قلت لكم من قبل البطولة ما تبدأ أنا عندي رأيي وما زلت عندي رأيي ثلاث منتخبات أراهن عليهم من المنتخبات اللي بتنتاملين عربيا السعودية والمغرب وإفريقيا السنغال يمكن السنغال قدمت كرة كويسة لكن ما قدرتش تحقق النتيجة كويسة لكن أعتقد إن السعودية قدمت مردود جيد جدا والمغرب كمان قدمت وإن شاء الله بإذن الله قدرين يروحوا لبعيد هنتكلم عن المونديال وهنتكلم على عودة النشاط الأهلي والمقاولين مرة تانية مع نجم الحلقة النهاردة ونجم السادسة كابتن عمر ونجم الأهلي ومنتخب مصر طبعا كابتن عمر حديدي بيشرفنا وينوارنا مساء خير يا كابتن عمر سنور السزح بمناسبة الأغلى في المدربين هانس فليك النهاردة قدام هيرفي رينار أنا بحب هيرفي رينار جاد ما فيش مناسبة جاد أو حضر اسم الراجل اللي حقيقة وشفت إنه واحد من أهم المديرين الفنين اللي اشتغلوا في أفريقيا وتفوق الحقيقة في المبارات السعودية وقدرها بشكل جيد وأسمع رأيك ووجهة نظرك في المطش ده بس أحكي لك قصة كده على هيرفي رينار هيرفي رينار طبعا مشواره في أفريقيا وسيفي بتاعه محترم جد ونجح في قيادة زامبيا للفوز بأمم أفريقيا ومن بعدها هو المدرب الوحيد في تاريخ أفريقيا اللي خد بطولة الأمم مرتين مع منتخبين مختلفين وكان ليه تجربة مؤيزة في المغرب ووصلهم كاس عالم وليه تصريح شهير جدا بعد ما حصل يعني توتر بينه وبين المسؤولين عن الكرة في المغرب كان ليه تصريح صحفي شهيد جدا بيقول إنه بيحلم أو يتمنى في يوم الأيام إنه يدرب منتخب مصر يدرب منتخب مصر بمجرد ما توترت العلاقة بينه وبين المغرب مين اللي اشتغل عليه؟ السعودية راح أتعاقده معاه بتسعين ألف دولار في الوقت ده احنا راح نجيبنا أجاري يعتقد في الوقت ده تقريبا مية وخمسة وعشرين أو مية وعشرين ألف دولار راح الراجل السعودية يشتغل معهم ثلاث سنين لغاية لما شفنا كورت السعودية في كاس العالم طبعا قدام الأرجنتين في الوقت ده بقى احنا جبنا أجاري ومشيناه جبنا حسامة بدري ومشيناه وجبنا كارلوس كيروش ومشيناه وجبنا يهب جلال ومشيناه وجبنا روي فيتوري لسه أنا افتكرت وأنا بشوف أغل قلة لسه ما مشيناهوش لو راجل صراحة عامل شغل ولا أنت ايه أنا شفت بصراحة في مطش بلجيكا لا واضح إن فيه مدير فني ممكن أنا قلت لحضرتك بيشتغل بأسلوب مختلف أعتقد القرى البرتغالية أو الأسلوب البرتغالي أو السياسة البرتغالية ماشية في مصر كويس جدا ناهمان والجزئي هنروح لراجل بيشتغل من 2019 بأسلوب معين مش وليد اللحظة إنه حقق ده أنا يمكن بقول لحضرتك في الفصل مين المدرب الجريء إنه بيلاعب قيمة زي الأرجنتين بقفصيد جيم من نص الملعب كل اللعبته تحت الكورة بيضغط جبهات الخطوط كل قربة من بعض ما فيش حد فيهم ما بيعملش الوجب اللي عليه والزيادة شوية أي يمكن أنا قلت لحضرتك إيه السعود حب حميد ده إيه البقرة إيه ده اللي احنا شفناه في مبراطة الهلال مع زمانيك إيه البقرة إيه دفندر ده إيه الشهراني إيه سالم الدوسري يعني هم فرحونا فرحونا وفي نفس الوقت حزنونا فرحونا بالمكسب وحزنونا أن إحنا كنا نبقى سهل لأول منتخب مصر يحقق حاجتي لأفر البطولة دي سكتة حضرت طيب طيب صراحة سكتة يعني مش قادر أحكوا في ناس كتير ماشية مع السكة دي مش عشان إحنا ده ما اللي بنمسك الموقف بنتكلم في الموقف فس بنتكلم عن ماتشو بلجيك بس خد بالك من حاجة كابتن عم أنا يعني سيبك من المكسب مفرح ومشرف كل حاجة أنا عجبني بس حاجة أكتر يعني دايما بقول لما بتلعب المنتخبات الكبيرة وبتقول يا ربنا يسطر وتبقى حاطت إيدك على قلبك ومستني التسعين دي بيبقى السيناريو الصعب اللي أنت بتحلم به إنك تتقدم وتحاول تحافظ على التقدم ده وتكسب المباراة ده السيناريو الصعب لكن الأصحاب معنويا أنا يعني حاولت أوصل لإحساس ومشاعر لعيبة بعد ما استقبلوا الجن الأولين بتاع الأرجنتين المهمة بالنسبة لهم مش بقت صعبة بقت مستحيلة فإنك أنت تقوم وتنتفد وتقدر تقف على رجلك وتتعادل وتكسب ده اللي حقيقة شابو يعني لو الماتش ده كان السعودية تقدمت اتنين والأرجنتين رجعت بواحد كنت أقول إنجاز عظيب لكن الأعظم منه إنك تبقى متأخر قدام الأرجنتين وتقدر تتعادل وترجع تلك في شخصية وفي مدير فني وفي لعيبة عندها إصرار وعندها عزيمة وعندها تركيز يعني الفوارق خلينا نتفق الفوارق كبيرة أول يا كابتن عمر تمام هنقول أول حاجة الرجل نفسه يعني منتخل السعودية نفسه هو شغال ما فيش مدير فني بيشتغل كل الناس كان عندها تعجب واندهاش من طريقة لعبه لعب بثلت طرق زي ما حدلك قلت دخل في هدف من ضرب الجزاء 90% أي حد هيقول لك دخل فيه هدف من أرجنتين هيحصل الانهيار ورقود في الأداء هو تماسك 90% أي للسيناريو ده هيحصل أي مدير فني بيقول لفرقته لو ما كسبتش مخصرش ولو دخل فيها جون لازم أبدأ من جديد بدأ الشرط الأولاني بسيناريو بدأ بداية الشرط التاني بسيناريو التاني خالص واسلوب مختلف آخر تلت ساعة سيناريو السعودية للاستحواز والتملك والأداء والمهارة شوف بقى جامعة إيه أحرصت هدفين وإنت في الوقت ده يعني ممكن الكرة الأولانية تقول ياه ده لو الباك بتاع الأرجنتين حط رجله أو عدم توفيق سالم وهي تروح في المكان ده صالح شارع أما بتاعة سالم الدوسة لأنه أنا أموه وغير اتجاهي وحطه في المسافة الأبعد أربع العيبة حواليه أربع العيبة هو رجل مهاري أوي بس تغير اتجاهك وتخدمك وتروح في المكان ده إحنا شوفنا الأهدف دي فيها أحياة شوية أما صالح بيوسع النفسه في رفاربول وعنده تكرارها كذا مرة فقلاص رجله عارف التهديف في الحتة دي مدير فني شوف الرأكشن بتاعه بعدما تجون الأولي دخل شوف هدوءه بداية الهدف التاني وبدأ انفعاله على اللعيبة أنا يمكن شوفت مرة ليه تصريح جوه غرفة خلاع الملابس المتخب السعودي يعني منفعل جدا أنت ممكن تقول أي حد في الدول العربية ما بيحبوش يكون المدير الفني بينفعل عربي أو أجنابي لا الراجل كان منفعل جدا 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 لدرجة أن التشويح وكان زق الصبورة بتاعته وكان بيوجه لوم للعيبة الكيميا بدأت من رئيس التحاد لتغيير ملاعب لتلفزيون لاستخدام محترفين زو مستوى يعلوا من كفاءة الكرة السعودية بص أنا تعودت أن أنا بقول أن ممكن يبقى لعيب جنبي يمكن قلت لحضرتك في برنامجك أما قاله بدر بنون قلت لك الهدوء والفصابات الانفعالة والتحضير من تحت أنا بتعدي اللعيب المصر لازم يتعدي من دي أي محترف أنا جايبه هنا لازم اللعيب المحلي بتاعي بزاب مفترض أن أنا بقى جايب لعيب كواليتي مش موجودة وبالتالي يعني مع كتر العدد لو كل الفريق عنده خمس محترفين في 18 فريق بتتكلم في 90 لعيب أجنبي لازم يطوروا مستوى اللعيب المحلي ما انت بتشوف داوت بقى في لعبة النهد الأهل الوقت في محمد في المتولي محمد أمام المتولي الهدوء هو عندهم عندهم دا زاد بقى من ثقة المدير الفني فيهم وأداءهم نرجع لأصل الموضوع للراجل نفسه المدرب أما اشتغل في المغرب وأشتغل مع زنبيا هو أمنية حاجة ويجي مصر أنت أحد الأعضاء مجرس دارة أعتقد كابتن حازم مهم وكلمه معاه وجيه وفجأة أنت استبعدته رغم أن اللي جيه مبلغه أكبر بالضعف مرة ونص ولا أنا كلامي غلط تقريبا نفس القيمة أكتر مرة ونص إزاي مش هو دا اللي هيعالج ولا كمياته مش هتليق على اللي موجود ولا كمياته مش هتتناسب مع اللي موجودين القوامين على الكورة في مصر الراجل حقق التارجل اللي محدش هتوقعه حط السعودية في حتة تانية خالص سبب ألأ للفرق ودى انذار للفرق الكبيرة يعني فوز السعودية على أرجنتين فتح الباب قدام كل المنتخبات السعودية أداء تونس مع الدنمارك كان واضح أداء المغرب كان واضح زي ما بقولوا خدتني في الأول ماتش السنغال في الأول برضو ناقص منه لعيب كبير يقدر يهدف في أي لحظة ساد جماني عنده من المقدرة يقدر يحل انت في الوقت دو البرازيل جاية هتقول لك اه ده أنا شفت الموقف اللي حصل مع أرجنتين مش محتاج نادي وألمانيا ألمانيا ما حافظتش الدرس أسبانيا من أول المباراة تلت أهداف عشان نريح دماغه معكس طريق وعلى مجرد كان السنغال ده هيحصل مع فرنسا يعني فرنسا ابتدت المباراة استعبتت هدف من أستراليا لولا غلطة اتعدلت قدرت ترجع خلاص ربارة تاني رجعت في المباراة بقى وأداءها ومبابي احسن لعب في المباراة جل المباراة الأول في مجموعة حاجات يعني مكسب رجل المباراة الأول للحارس حمد العويسي مين المنتخبات اللي لفت نظرك في البطولة جد لقاتي كابتان عام مين المنتخب اللي حسس انه جاي يقول انا جاي يلعب على لقب يعني انا جاي يعني مش واخد المطسوب يعني جاي هدف ان انا اوصل المباراة النهائية في فرنسا انا قلت رحضر لك معاك هنا الموقف اللي هيحصل مع الارجنتين في المباراة بتاعت سعودا دي هتشوف حاجة تانية خالص في الفترة اللي جاي هتشوف حاجة تانية خالص وأداء قوي جدا وحاسم المباراة من أول شوت هتشوف الكلام ده في البرازيل طبعا اي يا خوفي لها تعملها برازيل نحن بنقول كاس عالم خالي التوقعات بس اقصى طموح المتوقع يقول ان يحصل ان السعودية تخطف الدرون صحيح اقصى حاجة لعبت اليابان النهاردة خطف الأنظر في الملعب لكن جمهور الياباني كما تعودنا يعني دائما خطف الأنظر بس في المدرجات تعالى وليك اللقطة دي واسمع تعليق عليها بعد انتهاء المباراة والمواجهة طبعا خد بالك الجمهور ده فرحان جدا ومحقق نتيجة عظيمة جدا واسهل له اسهل قرار ياخده طبعا انه يطلع يحتفل في الشارع بفوز منتخبه وعلى منتخب ألمانيا عامل جيم كبير وعامل مباراة كبيرة لكن زي ما تعودنا دائما منتخب بيوصل شعب الياباني بيوصل درس المنظم المؤدب المحترم في غيابه وفي حضوره يعني فهو موجود بعد المباراة أدى الأداء بالاحترام في النتيجة وما بعد المباراة الأداء التربوي ده أداء تربوي نتعلم منه يعني دي لقطة المباراة على فكرة يا سيد أحمد طوال دي لقطة المباراة يعني واحد بيلم المتبقي من مدرغات فرقة اليابان بعد انتهاء المباراة إذا كانت فيها كنزة ولأزة مية ولا 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 حاجة تدرس يا رب نتعلم يا رب نروح لمطش اليابان عايزة أقف معاك شوية لأنه أنا شفت الشوت كتبك أنا شفت الشوت الأول يعني دايما المطشاط اللي بتبقى فيها فيها تباين في مستوى إمكانيات الفرق إلى حد كبير بتبقى النتيجة متوقعة لكن لما تشوف كمان شوت أول كامل سيطرة فيه شبه مطلقة مطلقة للألمان على حساب اليابانيين درجة أنه نوير ما راح تلق ما زهرش في الكادر ما فيه شوت تشاطت على نوير كورة عرضية وحيدة تلعبت بالهد جات جنب العرضة غير كده ما زهرش المنتخب الياباني في مطلقة جزاء منتخب ألماني ثم يحصل تحول 180 درجة لأدى فيه يعني لأ أنا عايز أعرف أنت من خبرتك يعني أكيد أعد عليك مطشاط صعبة جدا سواء مع المنتخب أو مع الأهل اللي ممكن يتقال بين الشوتين اللي ممكن مدير فني أو كابتن كبير يقولوا لللعيبة بين الشوتين ينزل يغاير الحال 180 درجة ثقة المدير الفني في لعيبته اللي لعيبة ما جاتش المطش يا كابتن عمر ما جاتش الشوت أولين ما جاتش المطش يعني من كل حتة مين اللي جوم الشوت التاني لا فيه خطة ولا فيه دفاع ولا هجوم ولا خط نص ما فيه شكل حلق بقى يعني هم عادين بيحلقوا على ألمان من كل حتة يعني فهم ما فيهش تقول الشوت التاني اللي جوم مين الشوت التاني لا شوت التاني فيه فرقة تاني جابوا 11 تاني ننزلهم الملع إيه باي احنا بنتكلم مدير فني وصف في مكانات لعيبته لعيبة حاب اتكافئ المدير الفني بتحركاتها عمل سيناريو للمباراة بالهدف الأولاني الألمانية سيناريو شوت التاني جه في دقيقة 85 الهدف وبعد كده أعززه بالهدف التاني خلاص مش عندكش المدة أو الزمن اللي تقتل تتعادل به كفرقة ألمانية فرقة اليابان يا جماعة ليه مش عايزين ناخد بالنا أن السرعات اللي موجودة تتفوق على أي فرقة في كاس العالم هم عندهم سرعات مش طبعية وبيستفيدوا بالأقل فرصة يعني جاءت لك ثلاث فرص استفاد منهم مرتين ما تلاعيتش ليه في الشوت الأول يعني يعني السرعات أنا عارف ممكن يكون الخوف ممكن يكون سامورايا الياباني ده سريع جدا لكن التفوق بص التحامات قوة سرعة حتى السرعة يعني ألمان تفوقف سرعة المهارة الاستحواز الانتشار خلق الفرص كل حاجة في الكرة عملها الألمان في الشوت الأول كتفين لعبت يعني ممكن يخلي فريق عنده الإمكانات دي من الظهر لمدة شوت كامل ممكن تقول أن الشوت الأولاني جس النبض لليابان يعني سحبت منه الـ 45 ولا الـ 48 ديئة اللي حصلت منهم الهدف الشوت الثاني خلاص صرها براحد واحد زي اتنين هلعب بقى بجراءة واستغل الفرص اللي جات له جاب منها هدفين وعارف يأمن المباراة ويخرج بفرقته لبرى الأمام بالاتنين اللي حصل في لك ما زهرش الشوت التاني بص بقى الفرق الشوت الأولاني كورة وأداء واستحواز وسرعات الشوت التاني مش موجود الثقة الزايدة انك انت خلاص يا جمع معلماتش خلص ده الشوت الأولاني وشوت التاني هينهاره نجيب التاني والتالي نجيب بقى نجيب بقى خمسة وستة بزاق العلب بقى اللي هنشيل فيها الأرقام الكتيرة بقى تلاتة واربعة وخمسة وستة هو ما بدأش عمل ده بدأ بهدف قال لك الشوت التاني هيحصل انهار لفرقة اليابان واشتغل زي ما نعايد لا الشوت الأولاني كان جس نبض وثقة زيادة عن اللزوم من فرقة ألمانيا وجس نبض الفرقة اليابان لفرقة ألمانيا الشوت التاني بعد فرقة اليابان بتستحوز وبتاخد مجردات المباراة وبتقدي وبتضغط والالتحامات والقوة والفرستين اللي جولهم بهدفين خلاص هو مش عايز من برغل كده يجيب هدف فألمانيا هتفتح صغارات معانا أم جاء بالهدف التاني المدة زي منها بالهدف التعادل وهدف المكسب مش كتير في الوقت دوت خلاص ما عندكش استعاب إنك تحضر ده نوير ما رحلوش حد الشوت الأولاني طب الشوت التاني هم بقى بقولوا عليه تطار تطار فرقة اليابان أداء ونتيجة وأسلوب وخروج للمباراة البر الأمان هو انتصار للكرة الأسوية عمومة يعني كرة الأسوية اللي يمكن خزالها المنتخب القطري خزالها المنتخب الإيراني نتيجة طبعا صعبة جدا وقطر أمام الإكوادور في الافتتاح أعتقد أنه اليابان والسعودية صلحوا كتير جدا من شكل في القطر في الافتتاح بين أول نهاية خايفة ما رحلتش حتى لجون ما رحلتش لجون ممكن وأنا أعارف بجس النبض وبأخذ أول عشر دقيق وشوف إمكانية اللعيبة بتوصل لغاية مين وأداء اللعيبة شكله إيه وبأبتدي أمسك اللعيبة اللي عندها مصدر خطورة علي لأ انت ما روحتش الشرط الأولاني بولا هجمة والتلات أربع فرص اللي هم ما استغلوهم بهدفه في حد من المنتخبات العربية اللي ظهرت يعني هسسني قطر واعتبر الظهور الأول زهور استثنائي لأن أنا عارف أنه منتخب القطر يشوف نه عنده أفضل من كده لكن هل شايف أنه في منتخب عرب يقدر يروح لبعيد في البطولة المغرب تونس والسعودية أقول لك ممكن بالنسبة كبيرة هتلاقي المغرب وتونس رايحين في الحتة دي السعودية المفروض المباراة اللي أنت قدتها وفرحت الشعب العربي كله تستعمل اللي أنت نهيت منه المباراة بالمكسب تبدأ بيه المباراة الجاي صحيح عايز تعمل حاجة معينة عشان تحجز لنفسك مقعد للمرحلة اللي بعد دي نشوف لسه السبعة والتمنة ما ظهروش بس تسمح لنا نروح نروح لفصل نرجع أن نكمل كلامنا كبيرة نعم أنا بالنسبة لي غاية دلوقتي المنتخبات اللي أبداعت وأمتعت وأقناعت اتنين إنجلترا وفرنسا يعني دول من اللي ظهروا الغاية دلوقتي في المونديال هم دول اللي تقدروا تقول عليهم دي فرق جاية تنافس على البطول جاية ليها هدف جاية ليها هدف ورغم أن أنا عارف تماما تماما أنه احنا بعد دور المجموعات نقطة ومن أول السطر قصة بقى بعد كده في النوكاوت أو في الأدوار الإقصائية قصة مختلفة تماما وارد جدا يحصل حالة التحول اللي يا ما شفناها في بطولات كاس العالم لمنتخابات بدت بداية مش كويسة وبعد كده قدرت تعمل التحول الكبير جدا بداية من الأدوار الإقصائية فهنشوف لكن اللي ما ظهرش عندنا منتخبين لسه ما ظهروش منتخب غانا ومنتخب الكاميرون أبص معاك بصة سريعة كده على المجموعة السابعة والمجموعة التامنة المجموعة السابعة البرازيل وسربيا على فكرة سربيا عندهم منتخب محترم جدا ومعهم سويسرا والكاميرون خرص الكاميرون من وجهة نظر كابتن عمر شايف أنه قصود الكاميرون ما زاله قصود في المواقف اللي ازاي دي أو في البطولات اللي ازاي دي بتشوف حاجة تانية خارز اللي تتفرط عليها في بطولة الأمة عندهم من العزيمة ما يكفي يعني يمكن صوم القاتل كان بينوه على الحاجات دي عشان يبعد الأنظر عن الفرقة ويبقى الكلام كله والهجوم كله عليه هو لا هم فرقة محترمة انت بتتكلم على التصريح انه هو احنا نلعب نهاية كسل على ايوة هو ما بيجي تتكلم بيبعد الضغط العصبي على الفرقة نفسه بيميل هو النقدي لي هو وهو اللي خلع حاجة برضه انت شوف يا سيد أحمد انت بتتكلم على الأسماء انت رسا بتقول البرازيل اي حد يتوقع هيقول لك البرازيل رقم واحد بس ما حدش واخد بالون فيه سيربيا حدش واخد بالون فيه كاميرا فيه فيه ممكن تبقى دي اللي يطلع منها اول و تاني اول و تاني بأسلوب وياخدوا احسن توالد لو فيه حاجات كتيرة يعني فرقة هتلاقيها يعني من البداية لا هم التمانية خلاص يبقى انت من البداية كل فرقة عم حددها لنفسها ايه تريسا بتقول برازيل انجلترا حددت لنفسها ان هي جاية لها هدف عشان تحقق نهاية كسر عالي رونول دمداري بالأرجنتين بيقولك انا متوقع بعد مكسبي وفوزي على الأرجنتين الأرجنتين هتواصل الكسر عالي نهاية كسر عالي شوف الراجل في المؤتمر الصحب بيقول ايه انا متأكد ان هتواصل هتشوف حاجة تاني واتشوف اداء تاني خالص واتشوف ضغط واتشوف عصبية واتشوف ثبات في المستوى هتشوف من البداية انهي المباراة زي فرقة انجلترا وفرقة فرنسا احنا بتدينا رونزيت كسر عالم بتديناها بخسارة اللي احنا حقناها منتخب الشباب مع كابتن شاوي غري بتديناها بهزيمة تقيلة قوي قدام الأرجنتين وبعد كدرنا نوصل لقبل النهائي اعتقد ايه 2001-2002 حاجة كثير تفوق بقى اه في صدمات في الاول بالصدمة دي بتعمل انقلاب للأداء يعني من ضعف مستوى لنوصل نهائيات المجموعة التامنة يخصنا فيها غانا غانا معاها بورتغال أوروكوي وكوريا الجنوبية بلاك سارز نجوم السرعة بورتغال وغانا لا والله شوفت انت جامد قوي مع الأفارق يعني انت على طول كده بورتغال وغانا ايه طلع أوروكوي نونيز وكافاني وسوارتز ومش مشكلة عارف عارف بس هما برضو فرق كويس فرق كويس قوي متحمس انت للمنتخبات العربية والأفريقية طبعا اه وكنت اتمنى يكون منتخبي موجود عشان تبقى الحب جماعي بصفة خاصة للمنتخبي وبصفة عامة للمنتخبات العربية والأفريقية بس يعني خلينا نتفاقل بفيتوريا اه لا بي بص انت ليس يا سوزح بي تقول الراجل بيدرس الراجل بيذاكر زي الراجل التاني واخد الملافة من 2019 مع السعودية هو ده هو ده انا بس عايزينه يركز في كورة المنتخب يخلي بس ما بقاش فيه تشتيت ذهن من الأمور اللي بتحصل حواليه الدوري يمشي زي ما هو المواعد هي هي كاس الربطة هو وكاس مصر بدون تغييرات يمشي زي ما هو بمناسبة الدوري واحنا هنرجع مرة تانية للدوري وللكاس ده نمطش مهم جدا يوم يعني في زحمة كاس العالم أنا متأكد إنه الأهلوية شوفه أنت بتشوف العتولة ونمرو وميسي وكل الكبار دول لكن مطش الأهلي إن شاء الله مع المؤمن أنا عندي برضو عندي ميسي وعندي شادو وعندي شيري وعندي أفش الأهلي وحاشنا جدا أنا وحاش الأهلوية جدا وعندي سافي وعندي ومطش الأهلي والمقاولين بتهالي برضو مطش المطشات الأهلوية بيحبوا جدا أنا أحب أتفرج على الكاسة عامة، بس أحب أتفرج على فئتي، بعد الغياب ده كله، راجع زي مانا، فكري زي مانا، مدير فني زاكي، مدير فني بي زاكي، والغياب ده مقلق شوية، يعني فكرة إنها نقطة من أول السطر، هنرجع نبتدي، خلينا نتفق ونبقى يعني برضو لازم نقول إنه كأنك بتبتدي الموسم من أوله جديد، يعني كأن الموسم ما ابتداش، إحنا بناビتدي الموسم من يوم الحد اللي جاي، بس أنا موافقك إنه إحنا فات تلات موشط، وبعده كده مبرات الصوبر، وبعده كده المدة زمينة للراجل ستة أسابيع، وبعدين فترة المدة بتاعته ده تبقى تسين شهرين ونصف، أنا موافق ده كله، بس الراجل بيذاكر مش بياخد فترة صراحة سلبية بيذاكر أداء العيبة بيذاكر أداء الفرقة اللي قدامه بيذاكر نقاط الهجوم في فرقة المولين بيذاكر نقاط الضعف في فرقة المولين بيقوي أداء العيبة الناد الأهلي هجومياً وبيغزيها دفاعياً كل ده شغل راجل شغال الشغل ده هتشوف الحصات بتاعه هو الراجل بيذاكر مش لنفسه ما هو بيذاكر عشان يقرب وجهة النظر ما بينه وما بين العيبة وجهة النظر بينه من أداء لعيبته الفكر نفسه ما بينه بل لعيبته ثبت الانفعال وأداء والحب يعني الألفة بالكيان بالكامل مكتملة مع كولر نحن النهاردة الأول مرة بنشوف عمار في الملعب في الملعب بقاله الحمد لله على السلامة طبعا عمار كان عند الأهلوية كلها مش عندي أنا بس كان فيه شعور أنه الولد ده هيكون الجوكر الجوكر في أي مكان في الملعب لكن يعني إصابته وبتعاده الفترات طويلة جدا يعني يعني أعتقد موسم السيد أحمد إحنا دلوقتي بقينا بنقول في عز منادي الأهلي بيقف الأسد ما بيتهزش يبتدي يقع من أطرافه شوية شعيرات شدة عند حمدي شدة عند السلية شدة عند محمود بتولي التحمل محمد عبد المنعم تلاقي نفسك ابتدت تدايق إيه ده هو اللي إحنا الحقنا لحب أقول بسم الله الرحمن الرحيم لسه الحينة ده المستشفى كانت لسه خلصانة من نهاية المسم مع مسماني ولا سوارش وبعدين استشفت لعيبة كلها بس إحنا بنقول الرحة دي جات في وقتها الرحة دي جات في وقتها والقايمة كمان يعني قايمة البطل مليانة مليانة بالضبط الأهلي بمن حضر الأهلي بمن حضر وأكيد طبعا أنت لسه المسم ما ابتداش يعني أنت خدت مطشم في دوري الأبطال وخدت مطشم في الدوري العام وخدت مباراة في كاس السوبر يعني لسه بدخلتش بقى في معمعة الموسم وفي تواني المطشات وفي صفر وفي إجهاد بس أقول لك حاجة يا سحمد نقطة مهمة قوي كل لعيب قدم أوراق اعتماده للراجل عايز يمسك فيه ما يسبهاش مش عايز يبقى فيه توطر أدائي زي ما أنا هنا زي ما أنا هنا يعني إحنا شفنا بسم الله من شاء الله رخوة الله بالله أكرم شفنا أكرم مع المنتخب بشكله عامل إزاي صحف أوروبا كلها بتتكلم على أكرم توفيق أدائه رغم رجوعه من إصابة ثباته التزامه سلوكه تركيزه هو اللي مخلي أكرم كده دي المذاكرة اللي أنت بتحصل عليها النتيجة اللي أنت ذكرتها الفترة اللي فاتت حماسك والتزامك وأسلوبك وإمانك بربنا سبحانه وتعالى أنك أنت هترجع وترجع سمي الأول ده شغل العيب يشتغل على نفسه في مراكز هيبقى يعني اختيار إكباري زي ما بيقولوا كده أنك تدور على بدايل لها يعني طبعا متولي هيكون بعيد في مطش المؤولين الحسابات أنه يدخل في تشكيلها أو ياخد فرصة في مباراة تقتل ببعيدة جد عبد المنعم الموقف رغم أنه بيتمر والاثنين موجودين في الملعب لكن لكن مشاركتهم من عدمه ده قرر ميستر مارسل كولر في النهاية أنت مجبر على بعض المراكز يبقى فيها تغييرات وفي بعض المراكز تانية اللي ممكن تكون بتفكر تبتدي فيها عملية تدوير تجرب أسماء ما خدتش كانت بعيد لسبب أو لآخر هل ده والد في مطش المؤولين من وجهة نظرك يعني هل ممكن نراهن مش البداية الإصابات اللي هو مرغم بيها أنه يعمل كده ممكن تلاقي الرامي هتلاقي المغربي ممكن تلاقي أيمن أشرف هتلاقي ممكن يستقير بحمدي فتح في حتة دي وحط عمره سلاح في نصف الملعب أيمن نسافر لسا أعتقد يعني بص أنت فيه فيه تلاتة بيعد هم متولي وعب منعم عب منعم بيتمرن بس بمسك كويس أنت برضو مش عايز تضحي ممكن تحط رامي وحمدي ويحط السلاح في نصف الملعب أو رامي وياسر أو رامي وياسر موجود واخد بالك في الحتة مهمة جدا أن الراجل اكتشف فيها محمد هاني من قبل كده محمد هاني يخدش في الحتة دي جو بيجيد الحتة اللي في العمق مش عالطرفه العمق أكتر ملعطرفه تقدر تستفيد منه في الحتة دي كويس أوي؟ مين أكتر حد تطور مع مارسل كولر من روجة نظرك في الفترة السؤالة اللي اشتغلتها تلاتة أربعة العائبة بين الجولينا كلنا يعني أقول لك على حاجة أداء حمدي فتح للحتة الهجومية عكس كل المداربين كانوا بيستفادوا من حمدي في الحتة الدفاعية أداء حمدي فتحي للحتة الهجومية كريم فؤاد طبعا جمل الصحراء طاهر جمل الصحراء جمل الصحراء أنا أسميه كده الراجل بيأدي في كذا مكان ناحية اللفت ناحية راية في العمق تحت الفرد رقم عشر بيأدي شايفه تطور مع كولر جدا جدا ابتدى الراجل يطلع مهارة طاهر طلع محمود طبعا محمود متولي طبعا بس على فكرة متولي ما اتطورش هو ده متولي هو ده متولي بس إحنا ما شكناهش كتير يعني شفناه اتصاب شفناه اتصاب تاني طب مين في حد تاني؟ هو يعني اقولك على حاجة في حد انا حاسس انه هو جاي انا اقوى ايه بقى ده نص التاني من السؤال طب مين انت مستني انه يتطور او سايف انه محتاج شغله اكتر او انه هو يعني مستر كولر يقدر يوزق يعيد توظيفه او يعيد اكتشافه او يطور من قدراته في الفترة اللي جاي اتنين شادي وشريف شادي وشريف واهم واحد لازم يفوق عشان احنا متعودين انه هو عنده الحلول احمد عبدالقادر عنده الحلول عنده حل واثنين وثلاثة يعني الراجل رابط تملمة بين احمد عبدالقادر وعلم علول دلوقتي بقى الرابط بين سافيو وعلم علول الربط بين طاهر واه اكرم وبقى اكرم وكريم انت اواخب بالك بقى فيه جبهات للنادل الاهلي مش نص الملعب بس سافيو تحت الفرود لو سافيو تحت الفرود دا يضطرة في ناحية نيمة يضطرة في ناحية الشمال من دول الاريحية أفشا نفس الكلام طاهر نفس الكلام عبدالقادر نفس الكلام شادي وشريف هتلاقي فيه وقت القادر الاتنين موجودين هتلاقي فيه وقت هو محتاج الاتنين في الوقت ده بس شريف تحركاته انه بيجد اللعب برجل الاتنين بينه شادي خطاف بيخطف ممكن يجي من تحت بيجد تزديد برجل الاتنين برضو زي شريف بس هي وقت يعني زي ما تقول ايه مجرد وقت بس وقت وهنشوف حاجة كويسة اوه طيب اسماء لم تظهر خليه اقول لم تظهر بشكل كامل يكونوا ظهروا او خدوا لقطة او خدوا فرصة بس الاسماء دي ممكن تراهن عليها جدا وخصوصا ان العيبة امكانياتها كبيرة جدا زي باسيتاو زي حسين الشحات زي ممكن اسماء انا بشوف محمد محمود من العيبة الكبيرة جدا اللي كان نفسي جدا يعني كلر يشتغل عليه والكلام على انه محمد محمود من الاسماء اللي جاي لها عروض كتير منها تطلع عارة يعني لو ده يكون في مصلحته عشان يرجع الاهلي يعني شايف احنا في مصر بندور على الكويرة بشكل كبير ومحمد محمود من العيبة دي الاسماء دي شايف فرصها ازاي في الفترة اللي جاي وازاي ممكن يا ايما تفرض نفسها على الراجل يا ايما تشتغل على نفسها عشان تبقى موجودة في الصورة بشكل اساسي ما هو الراجل استنى مابرستاو خف خالص ووصل لي يعني للنهاية مش اصابة وارجع اصابة وارجع لا خلاص انت شفيت وعفيت اجهز بقى واشوفك قدم او رأي اعتماد اجلية يا انت موجود معايا يا اما انت مش موجود محمد محمود هيبقى النسبة 50-50 هيبقى النسبة 50-50 طب هارجع لمحمد 50-50 مش اداء 50-50 انك تطلع برا عشان ارجعك تاني الناد الاهلي ويكون اكتسب في الفترة دي كلها مباريات والعيبت والاحتكاج ده هيزودك كتب جدا سأخذ بالك محمد اسماء زي محمد محمود وزياد طارق من الاسماء اللي لما خدت فرصة السنة اللي فاتت الناس كلها قالت انه الناس احتنعت باداها وقدمت اوراعت مدها كانت مكسب يعني مكسب للاهلي في الفترة دي عشان كده قصتهم قصة بس خليني ارجع تاني للأسماء الكبيرة خد بالك انه وبتالي دي حتة محتاجة اكتر ناحية معنوية ومحتاجة كمان عقرية لعب لما بتحس انك انت شوية الجهاز الفني مش وغدك في الصورة او الموديل الفني مش مديك نسبة مشاركة او مساعة مشاركة كبيرة جدا ده ممكن يأثر عليك سلبية وعند لعيبة تانية ممكن يأثر عليها بالعكس ممكن تبقى يعني تبقى نقطة نقطة تخلق دوافع عنده نقطة جدد دوافع عنده بحيث انه يطلع 120% من كورته فالحتة دي برضو مش مضمونة هولا خلال حاجة بزعمة يمكن احنا كنا بتالي كابتن سامي كابتن سامي كان ليه دور مهم جدا طبعا الفترة اللي كان فيها قاله ديانج احنا بنقول هو ملو فيه هبوط في مستوى ليه انا مساعد في فرنسا انا جاي للمانيا جاي لبرة انا هقعد هجد في الاخر خالص اللي حصل هدوء وقعدة انسى انك هتمشي انت موجود معنا خلاص الاداء بقى ظهر دلوقتي قاله ديانج احنا كنا شايفينه شايفرت الناد القلب بسم الله ومشاء الله في مبارات الإسماعيلي بيدافع وبيهاجم كريم فؤاد هو ده بقى اللي انت حتاك بتقول عليه انا معي مدر فني جديد ما يعرفش الأسماء اللي موجودة كابتن سامي بيبلغه تقرير عن اللعبة اللي موجودة وانت وشاطرتك اما يديك الفرصة كريم ادي له في مرة الإسماعيلي نزل نشط الملعب وعمل هدف لشادي خلاص وفي مرة الزمالك انت قعد برا مركز عارف انت تنزل تعمل ايه لازم انزل اعمل طفرة مش انزل اعمل اللي زميلي انتهى منه لازم يباني ان انا فيه طفرة بالنسبة لي هو ده ده اللي كسب او ده اللي استفاد من الموقف اما خد اديت متولي اما الراجل وثق فيها وانا اديت ما بقتش افكر ان اجيب حد بعد بدر بنون مش محتاج عدل شادي سقة طرف انت بتقول الناس اللي كنت بتقول الاهلي محتاج مدفع مدفع عجل لا هبتلك هبتلك شادي هبتلك حتة القلب متولي احنا كنا بنقول كل الناس بتتكلم ان بدر بنون مش الاهلي يغزي هبتلك في الحتة دي هتلاقي محمود متولي وهتلاقي محمد عبد المنعم وهتلاقي رامي اللي انتهوا منه رامي ومتولي مع سوارش هم اللي يقدوا به مع كولر محمد عبد المنعم كلنا شفناه وكلنا عرفناه حتى انفعال محمد وهو بيوجه مع الشناوي او مع اللعيبة قال بقى تركيزه في الملعبه بس دي مهمة اوي نيجي بقى القصة محمد محمود وزياد طريق وفكرة وممكن يبقى معهم كمان مثلا حد زي عمار يعني اللعيبة اللي ممكن تكون تاخد فرصة في انها تخرج في الانتقالات الشتوية عشان تلعب ويبقى رجلها في الملعب مع ده ولا ضد ده وشايف اسماء معينة بعينها ممكن ترحن عليها مع كولر المدة زمانية بين الانتقالات اللي احنا بداية الموسم في الصيف لغاية الانتقالات الشتوية هيدي فرص 90% الرجل لو مداش فرص طبعا الأولويين انا اخرج برا عشان ألعب اللعبة يا أستاذ أحمد هو اللي بيزود مش التمرين لا ماتشات رسمية لا ماتشات رسمية مش ماتشات ودية ماتشات رسمية ماتشات رسمية فيها ضغط وفيها التزام وفيها تركيز وفيها حاجات كتير القصة السنة دي برضو غير لانه انت ببتدي الموسم بمجموعة كبيرة جدا من العيبة فائقة وصعبة جدا انت عادة يعني احنا ابتدينا ما شاء الله ما شاء الله اللي احنا قلناها قبل كده كان فيه رقود في الأداء دلوقتي انت محتار في اللي موجودين بتفق معك جدا والراحة السلبية وفترة الاعداد فرقت مع العيبة كتير جدا بدأت الموسم حدامة ببتدي الموسم كرفي بيبقى مش في أحسن أحواله مع الماتشات ومع تولي المباريات بتلاقي العيبة يعني مستوى أداءها بيرتفع لكن حدامة مداية الموسم ما شاء الله فيه كتير من نجوم النادي الاهلي واصلين طوب فور يعني حمدي أليو ديانج شناوي متولي أكرم كريم طاهر كل دول ابتدوا موسم بمنتقه عشان كده بقولك الفرصة بقت صعبة ده إيجابي للفريق ككل لكن ممكن يبقى سلبي لبعض اللعيبة يعني مثلا أنا هسأل سؤال بديسبال كولر الرجل هو شغال مع اللعيبة اللي موجودة يدي كل الناس جرعات زي بعضها اللعيب اللي بينفز هو بيحس بيه الأجانب كلهم كده احنا عشنا مع الأجانب ممكن يعني في مرة في تاكلينج مستر هولمان قال لي مستر محسن طاوي ده اسمه ايه وكتب معين كان اللي موجود قال لها نهارس وانا كنت نهي الموسم أنا ومشير لا ماليش دعوة هو بيشوف اللي يعنيه شايفاه مش بالتقرير الفترة اللي فاتت دي رغم حتى التاقف بما فيها التاقف كافية للرجل ان يحط عينه على احتياجاته ويحدد هو عايز ايه هو درس الموقف درس الموقف من أول لما جيه لمدة الست أسابيع وكان الاهتمام في مباراة الصبر بالنسبة لمباراة الزمالك حقق الترجة المطلوب في الوقت ده هو شايف ايه المواقص اللي هو محتاجها للناد الأهلي عشان تكتمل الفريق بأداءه بالتزاماته بنتائجه هو دلوقتي ممكن يقول لك أنا محتاج صنع العاب ممكن أنك أنا محتاج فيرود ايه ده احنا عندنا شريف وعندنا شادي وعندنا حسين هو وإنت شايف ايه لو محتاج يعني يعني الأهلي محتاج ايه نفيش حاجة خالص محتاج مدافع لا ما أنت عند بص بص في صفقات في صفقات نص ملعب نص ملعب ما حدش يتخيل أنك أنت عشرة ولا مع لا عشرة 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 أنت عندك حمدي وعندك ديانج وعندك السلاية الرجل مصمم على الرص حرب على فكرة أنت معاك تلاتة هوم هتحط أقرم لو فكرت وحط واحد على الدايرة هتحط أقرم ولو حبيت تفكر تحط واحد في نص الملعب هتحط متولي مكانه الأصلي يعني عندك كذا خامة تقدر تشتغل مكانها ومكان آخر بكريت وبيجيد في كذا مركز في الملعب ممكن لغاية حارس المرمى بيجيد إمكانياته بتأهله أن يعمل كده هو الرجل مقتنع عن فيرود بس كلمة فيرود أكثر من أكسرا سوبر يعني من أقل فرصة بيجيب جول ده اللي أنت عايزه زي ما الناس عم تيجي تتكلم تقول لك برونسافيو برازيلي أنا مش جايب نمار ما انت كلمة برازيلي مش جايب نمار ولا زيكو ولا جايب برونالدونه ورونالدو الظاهرة أنا جايب برونسافيو لعيب كويس ومع المناخ والأقلمة في الحياة في مصر حيبقى لعيب كويس شوعة الله يبقى إضافة كبيرة للسكواد وأعتقد أنه من الصفقات اللي الناس يعني اتحسلها بسرعة يعني نتمنى طبعا وشاف أنه عنده لسه كتير يعني شاف أنه لسه عنده وممكن تاخد من ده من تاو لو صمم أنه هو يكون موجود تاو محتاج أنه يتحدى نفسه يكون موجود انت خفيت في لعيبها كابتن عامر ما بيبقاش فيه خلافة على إمكانياته لكن ممكن بقى فيه خلافة على مستوها صح ولا لأ يعني فيه العيب تبقى عارف أنه أكيد العيب كواس جدا وإمكانياته كبيرة جدا لكن المستوى اللي بيظهر به الإضافة اللي بيعملها للفريق هي دي اللي ممكن تبقى عليها علامة استفهام لكن طبعا الحقيقة بداياته مع الأهل مبشرة شفناه مع منتخب نحفظه كواس قوي مع منتخب جنوب أفريقيا يمكن كان في فترة فترات أهم وأخطر لها في منتخب جنوب أفريقيا نتمنى نشاء الله هو محتاج فدان الحظ اللي احنا بنتكلم عنه فدان الحظ ده نوارت الدنيا كابتر عمرو ناس عبدالي وكاس عالم موفق ونتقابل بعد مطش الكاس إن شاء الله والمقاولين نكون بنبرك لبعض تمالي بنتفق أنا وانت على موضوع ده إن شاء الله مهم جدا أقول لكم بس أنه فرع الأهلي في اللمسات الأخيرة ومعاد الافتتاح لم يتم الإعلان عنه وشانا يمكن قلتح وحددت التاريخ فبأقول لكم أنه لم يتم الإعلان عنه حتى اللحظة لكن بالتأكيد هيحصل فيه القريب العاجل جدا مبروك مقدما لكل الأهلوية اللي يستمتعوا بالفرع الجديد ومازالت أفرع نادي الأهلي إن شاء الله تتولى وتستمر لغاية لما تنتشر في كل مكان في مصر بشكرك كابتر عمرو مرة تانية على أخير ومبروك لنادي الأهلي على الرعاية ومبروك على الفروع القادمة ومبروك لمجلس ضبط النادي الأهلي خطوة عملقة من ضمن خطوات عملقة كتير جاية هو ده اللذوق ثم الكلام الكبير تاخد الأهلي دايما لقدام وتاخد النادي الأهلي دايما في حتى تاني بأشكركم طبعا على المتابعة كاس عالم ممتع إن شاء الله نتقابل في حلقة قريب جدا إن شاء الله من السادسة تحياتي لكم